لأنك قلت بعد كده كمان وجدت أن الصور المنشورة المعبرة مثلا عن تفجيري طنطة والأسكندرية ليست لائقة يعني ما هو ده كإني بتاهم رئيس التحرير أنه لم يعمل القواعد المهنية والأخلاقية؟ وهو ده حقيقي يعني ما تنشو الرجل مقطوعة وما تنشو حد مقطونه ده كإنك بالضبط بتقدم لهذا التنظيم الإرهابي الدنيء بتقدم له حاجة في الحقيقة أنه هو يعمل يكسر روح الناس يعني في الحقيقة وإضافة لأنه الجسامين لها حرمة ومش دي الأهرام الأهرام ما بتدخلش سباق مع الصحف الصفراء أو في نشر إصارة من هذا النوع يعني وأنا ما حبش حتى الكلام عن حاجات من هذا لأيني دي حاجات داخلية أنا كنت أعلم أنها تظل داخلية ما هو السؤال بقى اللي أنا أسألوك هنا أنا كان في يقيني واعتقادي ينجح أحمد سيد مجار بقدر احتوائه لكل هذه المشاكل وبقوة التنازل والتسامح إنما الصدمات تخسرت اللمهات المختلفة تخسرت يعني هذه الروح لازم يخسر فيها أحمد سيد مجار كرئيس مجلس الدار لم أعمد وأبدأ إطلاقا مسألة أن أنا أخرج كل أي مشكلة من المشاكل الموجودة للخارج كنت دائما بحاول احتوقها في الداخل من قام بذلك هو طرف آخر مشارك حتى لو في أطراف لايجب أن تدفعك للانتقام والفقر مش انتقام لا يبقى إطلاقا عمري ما دخلت في انتقام ولا فقر بتدخل في الرد لأنه في النهاية في شيء خرج في الخارج فلازم ترد وإلا في الآخر بيبقى الموضوع كأنك مقر بكل ما جاء وبكل ما لا لا بس زي ما قلت لك أنه ينجح أحمد سيد مجار إذا بالفعل نزع فتيل هذه الصدمة حتى لو هو تنازل حتى لو جاءت على حساب تسامح يعني حتى قوة التنازل هنا وقوة التسامح أكبر من الفقر لا في الأمور الشخصية أنا متسامح جدا في الأمور العامة الخاصة بالمؤسسة دي حقوق مؤسسة ولازم حماية المؤسسة ولازم حماية القواعد فيها بالمناسبة يعني أنا لما استلمت المؤسسة الوضع المالي فيها كان منهار كليا ومنهار كليا ليه في سنة 2011 تم الموافق على تعيين 2221 فجأة مؤسسة عدد العاملين فيها في 2011 كان دكتور عبد المنعم سعيد تعيين كم؟ بس اللي يعيينهم هو ومن بعده أستاذ لبيب السبع الله يرحمه وأستاذ عبد الفتر ده ما بين صحفين وعملين ولا كله عاملين؟ كله صحفين وعملين وصحفين وكله يعني في الحقيقة في مؤسسة عددها في الوقت ده كان حوالي 8000 فجأة بتحط لها هذا الرقم أنت بتحملها يعني بعدد ضخم وبلا مبرر لأنه جزء كبير جدا بطالة مقنعة يعني أنا في الفترة اللي موجود فيها خرج أحوالي 1200 على المعاش كل اللي تعيينه 25 ليه؟ لأن أنا عند بطالة مقنعة أصلا في عين ليه؟ لازم تبقى فيه وظيفة حقيقية شاغرة الأسوأ من التعينات أنه عملوا حاجة اسمها حافز الجدول حافز الجدول أضاف تعيب إيمالي على الأهرام في اقتصاد مصر نازل وحالته سيئة في إعلانات في مصر كلها كانت بتتدهور بشكل هائل وبزداد في الأهرام في 2011 أضافوا على الأهرام عيب سنة 180 مليون جنيه سنة وإن يعني إيه حوافز الجدول؟ أضافوا حوافز للعاملين كل العاملين تبدأ من 800 جنيه لحد أظن 2900 يعني في المتوسط إحنا بنقودها في المتوسط 1500 تبقى حوالي 180 مليون جنيه إضافية للأجور وما في حكمها في عن طريق حافز الجدول كان منطق أنك تعمل تحسين لدخول الناس من خلال أنك تعمل عدالة اللي بياخد كثير قوي يتخفض شوي واللي بياخد أقل يزيد شوي لكن أنك تضيف هذا العبء ده جاب المؤسسة أردان لأنه أنا كنت عضو مجلس إدارة من 2005 إلى 2009 سبنا المؤسسة فيها ودائع إيجابية صافية 448 مليون ثم استمرت حتى في أول 2011 كان بدأ في النشاط الجاري يبقى فيه سحب منها ولكن كانت مازالت في ودائع كبيرة انتهت هذه الودائع لما جيت الأهرام كان عندها خسائر وديون خسائر مرحلة وديون 844 مليون غير ديون السيد إبراهيم نافع اللي هي الأهرام من 2005 قالت مش هتسددها اللي هي 1.6 مليار بغراماتها بغيره من 2005 قالت مش هتسددها وفي وعدة دائما وعود كانت متتابعة بأنها هيتم إسقاطها من وصلتها أنا في الجانب دا بس هكلمك تاني في الجانب الإداري اللي أنا بقول إنه نجاحك بقدر نجاحك فيه امتصاص الصراعات والصدمات والخلافات لما بيوصل كمان إنه لا تحول أحمد سيدنا الجاري إلى شخص آخر يعني يمكن أن يفصل تعسف فيه يمكن أن يمنع الناس من دخول الأهرام فيه روح تانية فوجئ بها البعض في الأهرام حد مسجل لحد بيجتمك فيجيب لك التسجيلات يعني زي ما كل دا بيثار دا إلحق فلان بيجتمك كل دا بيخلق مناخ عدائي جدا في المكان وفي النهاية هيحسب عليك أولا الحكاية الفصل تعسف فيه لم يحدث هي حالة واحدة وكان قرار مجلس إدارة وليس قرار رئيس مجلس إدارة أما عمليات الفصل اللي تمت كالتالي ومنع من دخول الأهرام المنع مع هو نفس الحالة هي حالة الفصل اللي خدها قرار مجلس إدارة ومنع من دخول الأهرام دي حالة واحدة الحالة الواحدة دي كانت كالتالي بالمناسبة كانت المواجهة بينه وبين رئيس التحرير وجمع توقعات من عدد من الزملاء وقدم شكاوى فيه لكل جهات الدولة فالزملاء اللي قالوا ان دي توقعاتهم معاه بعتوا شكوا ان هو مزور توقعاتهم ان هم موقعوش فرئيس التحرير حولها لي وحولها للشؤون القانونية فانا وفقت على تحولها للشؤون القانونية فلما تحولت للشؤون القانونية المفترض يطلع يقول ان دي توقعاتهم او يطلع يتحيي معاه الزميل اللي هو كان معاه تحييان مطلعش لا توقعات على ايه شكوى هو عامل شكوى في رئيس التحرير لجهات الدولة المختلفة ومعاه عدد من الموقعين على الشكوى فالموقعين على الشكوى لما رئيس التحرير واجههم قالوا ما وقعناش وان ده بتوقعات مزورة هو اللي عمل وبالتالي رئيس التحرير طلب تحولها لي شؤون قانونية فاتحول شؤون قانونية فعلا فرفضوا ان يطلع شؤون قانونية بيعلم مرة تانية ثم بتتعلق في لوحات الاعلانية في المؤسسة عشان يبقى عرف بالضرورة يعني برضو ما اطلعش في الحالة دي بيعتبر وفقا للقانون اللي حمقر بكل ما جاء فيها فوفقا للعقوبة التزوير الفصل فتم الفصل بعاتنا للنقابة عشان تعمل نوع من التوفيق يعني تعمله ردع يجي يحضر تحقيق النقابة ما سألتش في الاول وهو ما سألش في الموضوع فاتحول الموضوع قضائيا بدأ في كم من السب والقصف لكل اللي في المؤسسة والخوض في اعراض زميلات وزملاء بشكل مروع يعني فهنا حتى لو خد حكم القضائي بعد ما خد حكم القضائي بالفعل انا اعرضت الموضوع على مجلس ادارة المؤسسة بحضور المستشار القانوني وبحضور مدير عام شؤون القانونية انه بالفعل لو تمت الاعادة هل يمكن تطبيق اي قواعد في المؤسسة هل النظم الداخلية للمؤسسة ممكن ان تحترم دي هتبقى رسالة للعملين في المؤسسة ان يفعلوا ما تشاءون وما تطلعوش للشؤون القانونية واعملوا اي مخلفات وهترجعوا لان في سبق قضائيا فهنا الحقيقة كان في فتوى من المستشار القانوني ومن شؤون القانونية انه القانون بيسمح في المادة بأعظم 123 انه للمؤسسة الحق في ان هي ما تنفس الحكم القضائي وفي الحالة دي بتعتبر فصل اداري وعليها بس اذا تقدم بطلب تعويض انه بتقدم له شهرين عن كل سنة من سنة اذا رأت في عودته ما يضر او يسبب ازمة لنظومها الادارية او غيره يعني وهو بالفعل فاتخد قرار من مجلس الادارة بالفصل وايضا الجامعة العمية دعمت هذا الامر فهنا ادى الاتمر الوحيد